اهلا بحضراتكم مشاهدينا ببرنامج العيادة كتير امراض انتشر في الفترة الاخيرة والامراض دي ربطوها بمرض كورونا بالتأكيد شائعات كثيرة وكبيرة لكن النهاردة هنتكلم ونخص مع حضراتكم حلقتنا هنتكلم فيه عن الفطر الاسود الحقيقة يعني هذا المرض ارتبط بشكل كبير جدا في الاونة الاخيرة بمرض كوفيد-19 لكن في الحقيقة بيرجع اصله الى عام 1981 هو مرض مناعي ليس له علاقة بكورونا لكن مضاعفات كورونا او العلاج الخاطئ او البروتوكول اللي اي حد ممكن ياخده من حد اخر بدون وعي او دون رجوع لطبيب متخصص قد يؤدي الى مرض الفطر الاسود هنعرف بحضراتكم النهاردة تفاصيل كتير عن هذا المرض ازاي كمان ممكن نتعامل معه الجديد وما يحدث هذا المرض مرض الفطر الاسود هيكون معانا منورنا النهاردة في العيادة الاستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي استاذ جراحة الوجه والفكين والجمجمة كلية طب الاسنان جامعة القاهرة ورئيس قسم الابحاث واستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين والجمجمة بجامعة ايمري اتلانتك جورجيا بامريكا اهلا بحضرتك يفندم نورني يفندم واضافة جميلة للعيادة شكرا جزيلا عايز اتكلم مع حضرتك الى تاريخ هذا المرض في الحقيقة ويمكن الشائعات المتدولة حول مرض الفطر الاسود كثيرة وكبيرة جدا ودايما ربطينه بكورونا نرجع كده لتاريخ المرض ووجوده بالتأكيد في مصر ووجوده في العالم بقى بشكل كبير وما وصل اليه المقدمة اللي سياتك قلتيها ويريت الجماهير والناس اللي بيشوفونا يرجعوا الكلام اللي سياتك قلتيه اللي هي مع علاقة الكورونا بالفطر الاسود وليه حصل اقتران بين الكورونا والفطر الاسود والتاريخ الفطر الاسود احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى وخلقنا الانسانة في كبد جزء من الكبد اللي احنا ربنا خلقنا فيه سراع معاه اللي هي البكتيريا الفيروسات والفطريات الفطريات دي منها الفطر الاسود او اللي احنا بنقول عليه باللغة الانجليزية فيه فطر انواع كتيرة جدا جدا فيه فطر دار وفطر غير دار والفطر ساكن في جسمنا يعني احنا موجود الفطر في اجزاء كتيرة في جسمنا ولو قلنا او رجعنا هو ليه الفطر بيحصل في الراس وبيحصل في المنطقة الجيوب الانفية ويقصع على الفك العلوي والفك السفلي لأ مثلا فنلاقي ان الفطر دو تعايش في الجيوب الانفية بتاعتنا وموجود فيه وفيك دلوقتي في حالة كامنة يعني ايه كامنة؟ خامل يعني هو خامل وهو لو صدقتنا الفطريات بنقول عليها opportunistic يعني انتهازية ما هو الانتهازي؟ اللي هي الفرصة ان انت ضعيفة ويقضي ويقبض عليك ويؤثر فيك تأثير ضار اذا ده opportunistic انتهازي لكن هو موجود في جسمنا وبيؤدي الى امرات كتيرة جدا جدا الامرات دي موجودة من زمان منذ ان وصف هذا الفطر احنا شفنا امتى الفطر الاسود؟ انا كنت في امريكا من عام 1981 لفترة طويلة الفطر الاسود شفناه مع نقص المناعة يعني ايه نقص المناعة؟ وايه هي المناعة؟ للناس العاديين اللي بيسمعونا ويشاهدونا ويقولك انت عندك نقص في المناعة يعني ايه عندي نقص في المناعة؟ المناعة بتقسم الى مراحل معينة يعني لو البكتيريا ده خلتلي ايه اللي بيحاربها؟ الجلد والغشاء المخاطي الجلد ربنا خلقه لنا والغشاء المخاطي بتاع الانف والازن وفتحة الشرج والمهبل والعضاء الذكرية الغشاء المخاطي ده حماية لدخول هذه الحاجات الغريبة داخل جسمنا ولو بصنا كويس وقلنا مثلا الواحد لما بيخسط سنانه لقوا ان فيه بعد غسيل الاسنان بكتيريا بتخش في جسمنا وبتخش في الدم وبتمشي طب ليه ما بتعملناش مرض؟ عشان المناعة بتاعتنا كويسة والجسم عنده الجهاز المناعي الذي يقضي على هذه البكتيريا اذا لو رجعنا تاني وعملنا وفكرنا الفطر الاسود جاي مع الكورونا ليه اذا فيه عملية بتفقدنا او بتقلل المناعة اللي بتقلل المناعة في هذه الحالات العلاج الخاطئ وهو الكورتيزون هنرجع للنقطة دي تاني لكن هرجع حضرتك لتاريخ المردي اللي احنا شفناه في نقص المناعة مع المرضى بتوء الايدز الايدز اكتشف ووصف 1980 مصادفة مع وصولي للولايات المتحدة في هذا الوقت فشفنا الفطر الاسود و35 سنة بنعالج الفطر للأسف الشديد بنشوف ممارسات طبية في مصر خاطئة بتؤدي الى تدمير الهيكل العظمي الوجهي وبشوفنا حالات يعني مؤسفة الناس اللي بتعالج الفطر الاسود يمكن ما عندوش خبرة فبيقرها في الكتب فلما تقرها في الكتاب غير لما يكون عندي خبرة اكلينيكية في علاج هذا المرض انا ذكرت ان فيه فطريات مش ضرة الفطر اللي بيعمل الجبنة الراكفورد بتاعتنا الجبنة الزرقة الجميلة التعمى ده ده فطر طب اشهر مضاد دحاية وخلق على وزنها الخليقة وانقذ الناس من امراض السيلان والزهري والامراض الخطيرة خلال المية ومية وخمسين سنة اللي فاته الفنسلين الفنسلين ده خارج من فطر من فطر اذا الفطر ليس كله دار والفطر مخلوق ربنا خلق وضعيف جدا جدا بينتهز فرصة نقص المناعة عندنا وقلت المناعة يعني ايه للناس البساط او الخط دفاع للمناعة الجلد والغشاء المخاطي طب لو عدت البكتيريا ربنا خلق لنا الخلايا الدموية في الدم البيضاء وانواعها مختلفة عشان تخش وتقتل الميكروب بتاعنا سواء ان هو فيروس او بكتيريا خط الدفاع التاني وفيه خط تالت اه فيه خط تالت ربنا خلقه حاجة خلية اسمها الخلية القاتلة جسمنا بيروح عامل هذه الخلية اللي هي الخلية القاتلة طبعتها او ما تشوف بكتيريتها كلها طب نشوف الخلية دي اللي بتاكل الميكروب لما بديها كورتيزون زيادة عن لزوم بطريقة خاطئة بتؤثر عليها ازاي بنلاقي ان البكتيريا او الفيروس او الفطر دو يتحط جنب الخلية دي تقول له اهلا مساء الخير اول ما الكورتيزون يقل ويتضبط تروح واخد له هذا الميكروب وقتلعه اذا بنرجع تاني للي بيحصل في الكورونا وعلاقة الفطر بالكورونا العلاج الخاطئ الناس كلها قالت لك خد كورتيزون عشان تحمي الرئة بتاعتك وما يجيلكش امراض في الرئة فاستسهال بك فاستسهال مع عدم اتباع طبعا مع عدم اتباع نظام طبي الكورتيزون في العالم كله احنا ملاقيش حالات الفطر الاسود ليه طرق معينة في العلاج شوفنا الفطر الاسود في بلدنا للأسف بعدد كبير جدا جدا وفي الهند ليه؟ عشان الجهل العلاجي والطرق اللي نسمعها وبننفذها ادت الى نقص المناعة عندنا اذا هذا المرض موجود من زمان لكن ظهر في مصرنا او في المنطقة بتاعتنا نتيجة العلاء الخاطئ طب لماذا الفطر الاسود بالتحديد يا دكتور؟ الفطر الاسود زي ما قلت الحديد هو عايش في المنطقة الجيوب الأنفية بتاعنا اذا مش هي من برا ده عايش من جوانا وانا ذات نفسي خدت الكورتيزون المناعة بتاعته هبطت فخد الفرصة دي وبدأ يهاجمني ويهاجم الجيوب الأنفية ويهاجم العضم بتاع الوجه ويقضي عليه بطريق التسوص العضم مؤدي الى هذا الدمار قد يؤدي الى تسوص العضم انا عايزة اتكلم موحدة بقى عن مضاعفات الخاصة بالفطر الاسود في الحقيقة واللي بتبقى مرعبة يعني بنسمع عن حاجات صعب جدا جدا هل في اشارات كمان بتؤدي ان انا رايحة ناحية الموضوع ده في مضاعفات واضحة للمريد او حتى للدكتور سؤال رائع سؤال رائع شكرا فعلا شكرا هو حضرتك للأسف الشديد المريد اللي عنده او بيبتدي يكون عنده تاريخ جاله كورونا من شهرين ثلاثة وخد كورتيزون بنلاقي ان الفطر اليسود بيزرع عنده بعد الشهر التاني او تاني او تاني ده انا تعالجت وبقيت عملت الاختبار ومعنديش اي مظاهر لكورونا بس بدأ يحصل لي كذا وكذا ايه اللي بيحصل لو المريد بدأ يقول لي انا عندي صداع والصداع ما بيروحش في دماغي معاه ايه تاني يبدأ خلخلة في الاسنان يقولك انا اسناني بتتلاخل بتاع الفك العلوي معاه ايه تاني الام في الاسنان اذا صداع شديد الام في الاسنان مع خلخلة في عضم الاسنان او الاسنان العلوية بخلي المريد ده يقول له اسمع لازم تروح لجراح وجوة فاكين وجمجمة وفريق المعالج للفطر الأسود في الدماغ هو أول حاجة جراح الوجوة والفاكين وجمجمة مع قدم نوساق إلى دكتور أخصائي في أنف وأزن وحنجرة يكون له خبرة وباع في هذا العلاج ويساعد بنحتاج بتاع المخ والعصاب عشان إحنا قلنا الفطر يساكن فين؟ في جيوب الأنفية طيب جيوب الأنفية دي موجودة فين في الدماغة ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الجيوب الأنفية وبنقول عليها جيوب هوائية هي عبارة عن تجويفات وفراغات في الجمجمة بتاعتنا عشان تخفيف عزم الجمجمة يا سبحانك يا رب إذا ربنا خلق لنا جيوب الأنفية دي بدل مدمغنا تبقى مصمطة هتبقى تقيلة رأيب أنت مش هادة تشيلها فقالت طب أنا هعمل لك تجويفات تهويات ومنها وأنا بأخذ الهوى ترطب الهوى وتضيف عليه حاجات وتدفيه عشان ما يخش على الرئة بتاعتك ما يتعبهاش فربنا خلق الجيوب الأنفية دي عشان أسباب معينة فعشان كده لازم يكون معنا أخصاء جراح أنف وإذن وحنجرة عشان دي المنطقة بتاعت وإحنا مش شعر في الفك العلوي والعين بتاعتنا والعظم إحنا الجراح الوجو الفكين والجمجمة هو له علاقة بالهيكل الغزمي بتاع الدماغ بتاعتنا فإحنا فاهمين هذه المنطقة إذا لما المريض ييجي يقول لنا عندي صدع ما بينايمنيش وعندي واجع في أسناني وعندي خلخلة للأسف الشديد المريض بيذهب لطبيب الأسنان طبيب الأسنان ليس عنده خبرة وباع في هذا فبيروح بدأ يعالج الأسنان واللثة عبل ما المريض يخلص يكون فكر تآكل والأسنان بتاعته وقت وينخش في مرحلة متقدمة وبعدين ما يزيد الوضع خطورة إن يقولوا بيستخدموا أدوية مضادة للفتريات الدول المضادة للفتر بيتاخد في العرق بيضيع الكلة إذن العيان قبل ما بيتعالج من الفتر الأسود الكلة بتاعته بتروح وبينتهي حتنتهي حياته نتيجة هذه المشاكل اللي معظمها لها علاقة بالعلاج ذات نفسه إذن لازم يكون فيه تيم فريق لعلاج هذه المشاكل عشان إحنا كجراحي واجه وفاكين وجمجمة وبنبه الناس تاني كجراحي واجه وفاكين وجمجمة مع الفريخ بتاع الأنفر الأزم والحنجرة وإذا كنا نحتاج هذا المخ والعصاب بنخش جوه مناطق الفتر ليه لما يكون الفتر في هذه المنطقة ما بيقاش فيه أوعية دموية فإنت ادي الأدوية في العرق زي ما أنت عايز ترى كمية حتبوز الكيلة وتقفلها وتحرقها ومش هتوصل للمنطقة دي فإحنا بنخش في مناطق الفتر الأسود ونغزوها وبنعمل لها درانق وبنخش بأجهزة جواها عشان نحطها الأدوية جواها متلازمة مع الفتر الأسود فتقضي عليها خطورة جديدة جدا حياتك بتقول فيه وقد تؤدي هذه الخطورة إلى الوفاء وسمعنا طبعا عن حالات ومنهم النجم الكبير سامير غانم الله يرحمه الله يرحمه يحسن ليه توفاه الله بسبب هذا الفتر العين بدأ بكورونا ثم أدا خطورة أننا أخذ حاجة زي دي دكتور المضاعفات قد تؤدي إلى الوفاء وعدم الدراية والوعي الكافي بهذا الموضوع التناقل البروتوكول من شخص إلى آخر ده خطورة تؤدي دكتور قد تؤدي بوسي سياتيك يعني العالم كله وأنا طلقت مرة في حلقة كبيرة على تليفجيون المصري وبقول يا ريت يا ريت إحنا في مصر نجرم استخدام الأدوية الخطيرة من غير وصفة طبية إنا بنروح في الصيدلية بقول له الديني مضادة حيوي تشتري المضادة الحيوي بره ممكن تشتري أي نوع من الأدوية حتى المخدرات لكن تيجل المضادة الحيوي استحالة يصرف لك مضادة حيوي ليه؟ إنا عندنا بناخد مضادة حيوي أخد كابسولة أو اتنين وبطل البكتيريا بتقول قد داني مضادة حيوي بيقوي عضلاتي بتكون بكتيريا أكلة وناهشة لحوم البشر ولا تؤثر فيها المضادات الحيوية إذن الأدوية الخطيرة المفروض يجرم صرف هذه من غير وصفة طبية ليه؟ الوصفات الخطئة بتؤدي إلى مشاكل إحنا بنعاني منها فإن اللي بيحصل من هذا إن معظم البكتيريا اللي في المستشفيات بنوع عليها بكتيريا مقاومة لكل مضادات الحيوية فالناس اللي بتخش بتحط على جهاز تنفس بيصبها هذه البكتيريا أو الفطريات وليس لها مضادة أو قاتل للفطر إن يؤثر عليها فالإنسان بينتهي بلا الموت هي أكتر يا دكتور بتتملك منطقة الوجه والفكين الفطر الأسود أو الفطريات بالتحديد بتبقى أكترها في الوجه والفكين هو سيادتك عشان نبقى محددين نشوف هي ساكن فين في ناحية الطبيعية نقولنا ساكن في الجيوب الأنفية في الفك العلوي والجيوب الأنفية دي موجودة في الفك العلوي وموجودة بين العينين وموجودة في قاعة الجمجمة إذن هذه المناطق لو الفطر فيها صحي حيرق فين حيأكل لو حضن بتاع قاعة الجمجمة فبقى في المخ هيخرم يمين وشمال بقى في العين هيخرم الفك العلوي بقى في الفك العلوي الأسنان والفك السفلي لا يعاني من لا يتأثر بالفك السفلي لا يتأثر بالفطر السفلي عشان هم مش عايش ما فيش تجويفات فيها هذا الفطر في مناطق تانية في الجسم بيكون فيها يكون فيها طبيعيا ساكن فيها لكن الفطر الاسود ليس بيغازي من الخارج انفيدر أو عدو من الخارج بيخش في الجسم لا ساكن عندنا هو عدو موجود لكن ساكن الله يفتعلي يتزيح حاجات كتيرة يعني احنا مثلا البكتيريا اللي تحت القبط ليه بتدي ريحة العرق بتاعنا عشان بتحلل البروتين اللي بيطلع من الخلايا فبتكسر فبتدر ريحة العرق وهكذا بين منطقة الفغض ده فطر ساكن بين صوابعا طب بينمو ليه وينتاشي ويؤثر على ان المناعة او الكير اللي احنا بنعمله بنؤدي لحاجة بتخلي اجهاز المناعة يثبت وليس قادر على قتل هذه البكتيريا او هذا الفطر معنى كده دكتور ان ممكن في اي وقت هذا الفطر العين ممكن يؤدي الى فقدان البصر ممكن يؤدي الى فقدان الفك اللثى الجزء من يعني واجهنا قد يدمر خلينا نعمل مين اللي بيصاب بالفطر اللي يصاب بالفطر زي ما قلت لحضراتك امراض نقص المناعة الناس اللي بتاخد علاج كيماوي في السرطانات بتملي بنيديها بروتوكول ان المريض ده قبل ما يروح يبتدي العلاج بتاع بيقوله روح لعيات الاسنان فيجي لنا المريض يقولك انا الدكتور بتاع الاورام قال لي انا هبتدي علاج كيماوي او اشعة فبعتني لسيادتك فبعتني لسيادتك ليه لك عشان البقر الصديدية المزمنة لما يكون عندي درس تحته خراج او درس تحته السنة او درس متخلخل الحاجات دي لازم تتشال قبل الاشعة عليه عشان لو وجلت هذا وبدأنا نشتغل بعد اثناء الفترة اللي المناعة حصل فيها هتنخفض هيحصل ايه؟ هيحصل مشاكل الفطر الاسود ومشاكل بكتيريا وتساوس في العظم وفقدان للرؤية فقدان للعين فقدان لاجزاء كبيرة بل بالعكس خراك في المخ بيقدي للأسف الشديد وقاع الجمجمة بيقدي الى الوفاة بشكرك جدا يا دكتور نورتنا في العيادة على قناة الحياة ودايما كده نستمتع بحضرتك وطبعا بهذه الأراءة المهمة جدا المهمة جدا التوعية في هذا الجزء شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي أستاذ جراحة الوجه والفكين والجمجمة بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة ورئيس قسم الأبحاث وأستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين والجمجمة بجامعة إمري أتلانتيك جورجيا بأمريكا شكرا جزيلا شكرا لقناة الحياة وشكرا لبرنامج الجميل بتاعكم وشكرا على الاستضافة الرائعة وتمنى أن الجماهير تستفيد من هذه النصائح شكرا لحضرتك شكرا يا فني كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعة لقناة الحياة وبرنامج العيادة دايما معكم بكل جديد أهلا بكم مشاهدينا دائما وأبدا في العيادة على قناة الحياة بنرحب بكل اللي بيشوفونا في كل مكان في كل حتة ولازلنا فيه أو معاكم دايما فيه أمراض الزكورة اللي بيكون ليها دايما وقت مخصص فيه وقت عيادتنا الانتصاب ومرض السكر مثبت أنه فيه علاقة بينهم مثبت علميا أنه فيه علاقة بينهم طبعا وده بيكون لأن مرض السكر بيأدي لاختلالات وظيفية لدى الرجال بيسبب عندهم أمراض زكورية معينة ده بييجي نتيجة أنه فيه مستويات السكر في الدم بتختلف بتزيد أو بتقل وبالتالي بتأثر على تدفق الدم في الأوعية الدموية وبالتالي بتضر الأعصاب اللي ممكن تأثر بشكل أو بآخر على الانتصاب عند بعض الرجال هنتكلم عن هذه العلاقة اللي ما بين مرضى السكر والانتصاب وإلى أي مدى هي حتمية وإيه علاجها مع دكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا فهمي هل هي مبدئيا حتمية كل اللي عنده مرض سكر لازم يبقى عنده ضعف انصاب؟ ما أقدرش أقول كده قوي بس فيه أرقام نقدر نتكلم فيها يعني نتكلم على حوالي 75% من مرضى السكر بيجي لهم ضعف انصاب بدرجات متفاوتة وكمان 25% من مرضى السكر بيتم اكتشافهم إنهم مرضى سكر في عيادات الزكورة يعني إيه كلام دا؟ يعني أنا عندي لو عندي 100 عيان عندهم سكر 75% 75% منهم بالتأكيد هيجي لهم ضعف انصاب بدرجات متفاوتة وفي عندي 25 عيان من كل 100 عيان سكر أول مرة يتشخصهم بتشخصوا في عيادات الزكورة مش في عيادات البطنة ما بيقوش عارفين إنهم عنهم سكر ما بيقوش عارفين هو جاي يشتكم إنه عنده ضعف انصاب طبعا من ضمن الحاجات الأساسية بنعمل تحليل سكر للمريض بيكتشف لأول مرة إنه هو مريض سكر وبالتبعاء بيبتدي يفهم هو ليه مروا به القصة دي أو ليه جالوا ضعف فيه الانصاب فمهم جدا اللي اتنين متلازمين مع بعض إنما هو الموضوع بيعتمد علي عشان برضو مش كل مرضى السكر هيجي لهم ضعف انصاب وإمتى هيجي الموضوع مرهوم بتلت حاجات أساسية أول حاجة لازم يكون الشخص ده عنده استعداد وراسي إنه هو مرض السكر يعمل له ضعفة في الانصاب زي ما هو لازم يكون عنده استعداد وراسي إنه السكر يعمل له فشل في الكليتين وهكذا ففيه لازم الاستعداد الوراسي نمرة اتنين المدى الزمن بتاع السكر النهاردة شخص عنده سكر بقاله سنة غير واحد بقاله عشرة غير واحد بقاله عشرين سنة سكر الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا هو تصبيت السكر فكلما يكون الشخص ده عنده استعداد للمضاعفات وبقاله فترة مش قليلة وهو مهمل لازم هيحصل له ضعفة في الانصاب أما لهو شخص ما عندهش استعداد وراسي وبقاله فترة مش كبيرة وملتزم ومحافظ على سكره ده شخص غالبا مش هيلجأ للمشكلة دي أو مش يحصل له المشكلة دي إلا بعد فترة طويلة جدا من ظهور مرض السكر عليه فمهمة جدا أن مرض السكر يهتموا بنفسهم مهمة جدا أن يزبطوا السكر عندهم علشان نأخر هذه المشكلة بقدر الإمكان طب وبالتالي يا دكتور في عيادات الزكورة الحل بيبدأ من مرض السكر ولا من ضعف الانتصاب لا هو المريض جاينا طبعا يأما هو عارف مسبقا أنه مريض سكر وبالتبعية إحنا عارفين أنه هو السكر السبب يقوله إيه بتنصحوه بإيه؟ لو اكتشفنا أنه عنده السكر وديكت أول مرة هو يعرف لازم بيطلع من عندي طبعا يستكمل بقية التحاليل بتاعت السكر ويتابع مع دكتور سكر خلاص إحنا عرفنا إيه سبب المشكلة وهيبقى جزء من العلاج من الشخص دي يزبط سكره يعني جزء من العلاج هو تصبيت السكر بالإضافة الأدوال اللي أنا هكتبها للمريض إنما الأصل إن الاثنين متلازمين مع بعض وبيحصل الكلام ده بدرجات متفاوتة إنما هو أحيانا العام ما بيكونش مصدق قصة دي يقولك طب ما أنا عندي سكر بقى لعشر سنين صحيح متى شمعنا دلوقتي وكنت كويس وزي الفل شمعنا دلوقتي ده اللي إحنا بنتكلم عليه إن المرض أحيانا بياخد وقت على ما يظهر وده بيعتمد بشكل أساسي أنت مزبط سكرك ولا مش مزبطه كل ما ما تهمل في السكر كل ما السكر أصاره الجانبية تظهر عليك بدري ففي مريض سكر النهاردة بيشتكي بعد سنة في مريض سكر بيشتكي بعد خمس سنين في مريض سكر بيشتكي بعد عشرين سنة من ضعف الانصال بس في مريض سكر ممكن عمره ما يشتكي من ضعف الانصال صح؟ ممكن لو هو ما عندهش استعداد وراسي لو هو النهاردة السكر ما بقى لهش كتير يعني مثلا هو اكتشفه وعنده ستين سنة ولا خمسة ستين سنة أو 70 سنة فهو خلاص يعني مكتشف من قريب تاني حاجة هو ملتزم جدا شخص ملتزم جدا في علاج السكر بتاعه فده مش بالضرورة ان هو يعاني من ضعف النصاب او حتى لو جات له درجة من درجات ضعف النصاب بتبقى درجة بسيطة ويمكن علاجها دوائيا يعني محتاج ادوية بس وخلاص احنا عايزين ندخل في الموضوع ده ان انتو بتبدأوا ازاي مبدائيا كده في العلاج طيب هو قبل ما ابدأ في العلاج لازم نبقى عارفين السكر بيعمل ايه يعني مش معنى السكر تحديدا اللي بيأثر احنا اكتشفنا ان السكر مش بيأثر بقالية واحدة ده هو ليه اكتر من طريقة بيأثر فيها على كفاءة الانتصاب نفسه اول حاجة هو بيأثر على الاوعاء الدموية يعني احنا عارفين طبعا مريض السكر لازم بيحصل له مشكلة في الاوعاء الدموية بتاعته والعضو الزاكر بتاعنا ما هو الاوعاء الدموي زيه زي القلب يعني فكرته قائمة على ضغط الدم فيه فهنا اول حاجة هو النسيج بتاع العضو نفسه بيتأثر بمرض السكر اللي بيكون مصاحب ليه احنا زيادة فيه نسب الدهون والكلسترول فده بيأثر بالسلب على ضغط الدم داخل العضو وان يحصل مكانزم الانتصاب تاني حاجة السكر بيأثر على الاعصاب ودي مهمة قوي يعني بيأثر على الاعصاب ومن ضمنها الاعصاب المغزية العضو الزاكر وده بيبقى مريض غالبا بيكون معا مصاحب ليه حاجة تانية انه بيكون عنده حاجة اسمها قصف جاف يعني يجي قول انا عندي ضعفة في الانتصاب وبعدين اثناء القصف بحس ان انا قذفت بس ما فيش حاجة بتخرج مني وده لو شخص هو عمره صغير يعني في التلاتينات مثلا او في العشرينات او في الاربعينات حتى وعنده رغبة في انه يخلف هنا احنا بنعاني مشكلة لان الشخص ده عنده حاجة اسمه القصف الجاف الاعصاب بدأت تتأثر بسبب مرض السكر فبدأ السائل مني وبدل ما يخرج برا لا بيرد على المسانة وما بيخرجش على اثناء القصف ما بيخرجش برا الامام فده شخص بيعاني من مشكلة بالاضافة الى ضعف الانتصاب بيعاني من مشكلة التأخر في الانجاج فالاعصاب برضو من ضمن الحاجات المهمة حاجة تالتة السكر بيكون مصاحب ليه احنا خلل في الهرمونات وخصوصا هرمون الزكورة فده بينتج عنه ضعفة في الانتصاب واخيرا احنا عارفين معظم الناس اللي عندهم سكر او حتى بيكتشفوا حديثا ان هم مرضى سكر ده بيكون ليه تأثير سلبي على الحالة النفسية بتاعته فده ممكن برضو يزهر له ضعف الانتصاب فالسكر بيأثر بكذا قلية احنا دول كلهم بيكونوا مجتمعين على المريض فبينتج عنه درجة جديدة جدا من درجات ضعف الانتصاب يعني مش ياخد ادوية لا فيش اي حاجة ديب مع نتيجة لانه هو تشريحيا وتكوينيا مكونات العضو نفسها مخلوق بيها او اتخلق بيها ما هيش متصقة مع بعضها وبالتبعية العضو ده مش يبون بوظيفته هنا ده بيكون الحل الجراحي هو الحل النهائي وبيكون اول حل للشخص ده احيانا بيبقى المريض ما ينفعش عنده ظروف صحية معينة ما ينفعش هنديله ادوية فبلجأ لان انا ألجأ مثلا لالحقن الموضوع مباشرة وان كان ده مثلا بيناسب جزء كبير جدا من مرضى القلب مريض القلب بياخد ادوية كتير جدا ومش عايز يزود على الادوية ادوية لانه بدأ يزهق ومش عايز ياخد ادوية ممكن تأثر على القلب فبالتبعية احنا ممكن نتخطى فكرة العلاج الدوائي وننتقل الى الحقن الموضعي بيكون حاجة موضعية امنة جدا ملاش اي علاقة بالقلب نهائي خلاص فهنا على حسب خبرته ورؤية الدكتور وظروف المريض انا ممكن ملتزمش بهذا السياق انما تسعين في المية من المرضى لازم يمروا على طرق العلاج دي لانها طرق سبتة معتمدة على مستوى العالم ومن حق المريض علينا انه يمر بهذه المراحل قبل ما اخذ قرار في الاخر انه يحصل تدخل جراحي طيب لو فرضنا انه المريض لأي سبب من الاسباب مهتمش بمرض السكر او كان محرج انه هو يروح يادات الزكورة مثلا وحصل مضاعفات ايه هي ابرز المضاعفات على الانتصاب لمريض السكر هو هيبقى الفشل التام يعني الفشل التام يعني حتى جراحي ما ينفعش لا ينفع الجراح اه انما اه انما اه انما السكر هو اهمل فالسكر وصل به لدرجات كبيرة جدا من الضعف اه اللي احنا بنسميه فشل الانتصاب يعني يجي قولك انا بقالي سنة او سنتين ما جيتش ناحية مراطي اصلا مفيش انتصاب نهائي نهائي لا مع اقصارة ولا بقوم من نوم الصبح هلاقي في انتصاب ده احنا بنسميه فشل في الانتصاب هنا هو واصل لمراحل متقدمة جدا هنا هيبقى الحل الامثل ليه التدخل الجراحي انما هو مرض السكر بيخافه لما نقولهم عملية وده نقطة مهمة برضو لا احنا بنتكلم على ان التدخل الجراحي امن جدا 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 في مرض السكر بس بشرط ايه هو الشرط ده ان انا لازم احضر المريض بتاعي قبل ما ادخله العمليات ده مهم جدا تثبيت السكر يعني احنا عندنا حاجة قلية احنا بنظبط بها الامور هو السكر التراكمي ويمكن ده حاجة طبعا مرض السكر اللي بيشوفونا دلوقتي هم عارفينه وحافظينه لانه بيتابع نفسه بتحليل سكر تراكمي كل تلات شهور ده بيعكس متوسط السكر في دمه خلال اخر تلات شهور وده بيعكس قديه سكره هو مظبوط ولا مش مظبوط فاحنا عندنا ارقام معينة يعني مثلا احنا لحد سكر تراكمي تمانية فوق التمانية هنا لا فيه مجسفة بالمريد ده وبالتبعية انا ما اقدرش ادخل المريد بتاعي انه يعمل عملية تركيب دعامة اللي ازا كانوا السكر التراكمي بتاعه مظبوط مش بس التراكمي لا مهم جدا ان السكر على مدار اليوم بتاعه يكون مظبوط قبل العملية باربع خمسة ايام ويستمر في هذا المدة اسبوع بعد العملية كلما انا اسيطر على السكر بتاعي كلما انا بعدي بالمريد بتاعي الى بار الامان على فكرة الناس ما تعرفوش ان 90% من مرضانا اللي بيركبوا الدعمات هما مرضى سكر اذا انا بحاول اطمئنهم وقولوما جماعة الاجراء امن جدا الاجراء امن ما فيهوش اي مشكلة بشرط ان احنا نظبط سكرنا ده نمرة واحد نمرة اتنين نحاول نروح لمكان مجهز لهذا النوع من العمليات لان التعقيم مهم جدا جدا في النوع ده انا بزرع جسم غريب جوه البني ادم فالتعقيم تاني حاجة مهمة جدا يبقى المريض بنظبط له السكر ودي بقى مسئوليتنا احنا نمرة اتنين التعقيم ودي مسئوليتنا احنا خدت بالحاجة ثالت حاجة الجراح لازم انا جراح يكون عندي خبرة ومهارة اتعامل مع الستوائشن ده في اقل وقت ممكن كلاما انا اقلل مدة العملية كلاما انا بقلل احتماليت ان يحصل له مضاعفات هل في مفاجآت ربما تحصل في العملية دكتور ولا لا ده اكيد زي ان انا ممكن الاقي تلايف في العضو الزاكري ده بيمثل درجة من درجات الصعوبة ومحتاجة مهارة ان انا يكون فيه عندي انحناء في العضو لان ده معناته ان انا عندي فيه جنب اقصر من جنب او جنب اطول من جنب برضو دوت علشان احط للمريض المقاس اللي ناسبه دي بتمثل درجة من درجات الصعوبة كمان ممكن يكون فيه عيوب خلقية في العضو الزاكري نفسه يعني عنده عيوب خلقية في مجرى البول برضو دي درجة من درجات الصعوبة ممكن يكون هذا الشخص هو قريدي جاي لمركب دعامة بس ما هياش مناسبة ليه في المقاس ومحتاجين ان احنا نعمل لا ريفيجن يعني نشيلها ومركب دعامة تانية وده قريدي انا اتعرضت له في حوالي في الست الشهور الاخرانين دول حوالي اربعة او خمس حالات هو مركب دعامة في مكان ما بس المقاس ما كانش مناسب وبالتبعية المريض حاس انه ما حلش مشكلته فكنا محتاجين ان احنا نغير هذه الدعامة ومركب دعام تاني برضو دي درجة من درجات المهارة والصعوبة في العملية او ان هو يكون قبل كده جاله التهابات او كان عنده تلايف في العضو الزكري كل دي حاجات لازم انا ابقى مهيق نفسي لمثل هذه المفاجآت الحاجة التانية اللي ينسبه تشريحيا وده نقطة مهمة جدا كل ما اروح للاماكن الكبيرة كل ما بيكون عندهم كل انواع الدعمات وده نقطة مهمة احنا عندنا كل انواع الدعمات انا ما عنديش لا انا مش قصدي كده انا قصدي احنا قلنا فيه بدعمات منها انواع بس هل النهار ده انا متوفر عندي الانواع دي ولا مش متوفر عندي ما لو مش متوفر عندي انا ممكن اوجه العين لنوع معين وده ما يكونش في مصلحته لان التاني مش عندي لا احنا بنوفر كل انواع الدعمات بكل مقاساتها وبالتبعية العين بيكون واخد بينج نصفي وصاحي وده بنقاش بيحصل بيني وبين المريض انا عمري ما نعمت العين بتاعي بينج كلي دايما لازم العين بتاعي يكون واخد بينج نصفي انا بحب اتكلم مع المريض بتاعي بحب اهزر معاه في قط العمليات عشان نقلل التنشن ده وهنا برضو لو انا حسيت ان انا عندي احتمالي لان انا اختار للمريض فهنا انا بدخل في النقاش ده مع المريض جوة قط العمليات ما عنديش ازمة لان اقدر اختار النوع اللي ناسبه وكل انواع عندي في قط العمليات فهنا مهم جدا زي ما قلنا تصبيت السكر مهم جدا التعقيم مهم جدا الجراح يبقى عنده كل الانواع يكون هو عنده المهارة ويتجلب على كل انواع الصعوبات اللي ممكن تواجهه في قط العمليات بعد كده المريض لازم يلتزم بالعلاج بعد ما يخلص العمليات تكون ملتزم بالتعليمات لو احنا نفزنا كل الكلام ده العام بيعدي برا الامان بنسبة 100% وبيبقى اهم اسبوع هو اول اسبوع بعد العمليات نعم انا بشكر حضرتك يا دكتور دكتور احمد العياشي استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة شكرا لك وشكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم ودايما خليكم معانا في العيادة على قناة الحياة اهلا بحضرتكم مشاهدين ببرنامج العيادة مرتبط دايما في ذهن اغلب الناس اللي بيعمل دايت او بيقرر ان هو يخس باي شكل ما او باي طريقة ممكن طبعا يخس بشكل غير صحي وغير امن ودا بيكون لي بعض الاثار الجانبية زي مثلا بهتان البشرة او احساس بالتعب او الخمول او الكسل او عدم ممارسة الحياة بشكلها الطبيعي والسليم لو بنت دا بقى على جانب اخر هتلاقي طبعا شعرها بيقع او جفاف البشرة او هلات سودة حاجات كتير جدا ممكن ترتبط بالشخص سواء البنت او الراجل اللي بيخس بشكل غير صحيح وغير امن وطبعا هتظهر عليه تعالوا النهاردة مع حضرتكم نعرف ونتعرف اكتر ازاي تقدر تخس بشكل صحي وامن مع الدكتورة ريهام الحياوي استشاري التغذية الهلاجية اهلا بيك يا دخطر منورنا في العيادة ازاي تخس بشكل صحي وامن في الحقيقة عبارة او كلمة كبيرة جدا ممكن هنحط تحتها مية خط لان الناس بتتداول الموضوع ده ممكن يكون بشكل غير امن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مش عن طريق دكتور ممكن اخد العلاج من اي حد ما وده طبعا بيبقى خطأ كبير كده احنا عندنا مشكلة كبيرة فعلا ان كل الناس بتدور دلوقتي على الوزن المثالي حتى لوزنهم كويس كلنا بندور نحنا نكون موضل زي الانستجرام والحاجات دي كلها فللأسف بندور على الطرق السهلة البسيطة ان انا قاعدة في بيتي على الكنابة باكل وانا قاعدة باكل لأوردر الدليبري بطلب اونلاين اي منتج ظهر قدامي او اي حد رشح لي اي حاجة ودي للأسف الاخطاء الشائعة جدا اللي بتحصل وجاييني النهاردة عشان نتكلم فيها ونفيد الناس بمعلومات واضحة وصريحة وعلمية وهي ان احنا لازم عشان نستخدم منتج او كورس لازم اول حاجة تكون مرخص من وزارة الصحة طيب مهمة او يا دكتور ازاي اعرف اخص بشكل صحي علشان كلمة ان انا اخص بشكل صحي وامن ممكن تكون الكلمة بيتدولها من شخص لاخر اخذ نظام ضايد عن طريق الانترنت وعلى المواقع التواصل الاجتماعي من شخص كان عنده تجربة نكحة فمهمة او يبقى عندي نظام صحي متوازن ويكون من متخصص نظبوط احنا لازم نتفق مع بعض ان احنا لازم نتمنى فكرة اسلوب الحياة لان فكرة ان انا عندي وزن زايد اخصصه باي طريقة زي ما انت قلتي اونلاين واحدة صاحبتي راحت لدكتور واحدة صاحبتي جابت قلبة حاجات بتسد النفس وانت جابت سد النفس واسميها منتجات لان هي للاسف ممكن تكون مش معروفة المصدر فلازم دايما نعتمد اشياء او ادوية او مكملات غذائية مرخصة من وزارة الصحة ده شيء ضروري جدا جدا مش بس كده انا دايما مشكلة معظم الناس كل الشكوى اللي هتسمعيها يا دكتور الاكل هو المتعة احنا بنحس بجوع شديد بعد الشغل احنا بنوقع مرهقين طول اليوم والشهية ما بتتقفلش لان احنا بنعكس كل الضغطات في الاكل فالنهار ده انا هتكلم معيك عن كورس كامل متكامل بيحل مشكلتين من اهم المشاكل وهي نقص الفيتامينات اللي بدوره بيقدي جدا لضعف معدل الحرق والشكاوى اللي انت قلتيها كستات او رجالة يا دكتور انا حرقي ضعيف شعري بيتساقط عندي مشكلة في دوافري عندي شعور بالخمول والتعب والاعياء انا صغيرة سناً عشرينات او تلاتينات او اربعينات ودايماً حاسة بوهن وضعف اكني حد عنده ستين سنة ده نتيجة نقص الفيتامينات سواء مشكلة الحرق او المشاكل الكتير المصاحبة لها فاحنا في الكورس هنحل اول جزء من المشكلة وهو نقص الفيتامينات ودا قبل ما اقفل الشهية اللي انا نسا هتكلم عليها ازاي يقفلها بطريقة صحية وامنة وما دورينيش خالص يبقى انا حليت مشكلة الفيتامينز في الكورس اللي هو اول عنصر بالنسبالي الجزء الثاني وهو الاساسي في بيستا بقى وهو الكورس المتكامل من منتج طبيعي معتمد 100% على الياف سلسية بتسد الشهية طب بتسدها ازاي بقفل المراكز المخ لا اي حاجة هتشتغل على مخي لازم نعرف اوتوماتيك سواء انا بقفل شهية او بفتحها وانس احنا بطلناها هيجيب نتيجة عكسية تماما واكد مش هتقدر يماشي على حاجة طول عمرك فبالتالي ما يفعش اشتغل على مراكز المخ طب بيستا بيعمل ايه بمنتهى البساطة هي منظومة من 3 الياف الياف الشفان ردة الامح كشور السيليم ودي اجود انواع من الكشور طب هتعمل ايه هي هتم لبطني اكني حطيت بلونة بدل ما نروح نعمل عملية البلونة اللي هي للأسف لما بتشليها بعد 6 شهور بتكون وسعت المعدة اكتر ودفر ابقى ان انا اخد الياف مالئة ان انا اخد اعمل عملية البلون دفعت فلوص اكتر بكتير طبعا لان من اهم مميزات الكورس اللي احنا منقدمه دلوقتي انه اقتصادي لان احنا انت عارفة طبعا مشكلة السمنة بقت مشكلة عامة عند كل الناس ففكرة مشكلتين لما انا حلهم في الكورس ان انا قدمت فعلا حاجة مفيدة للناس اللي بيشوفنا وزي ما المنتج اعتقد ظاهر بالوقتي بالزبط لازم اتأكد من شكله عشان ما طلبش حاجة اونلاين زي ما انت بتقولي تكون غير امنة دي نمرة واحد فهطلبها من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشة وصفحة اللي هتكون ظهرة على الشاشة الحاجة التانية والمهمة جدا ان احنا بناخد الياف ملئة طبعية 100% مش بس كده مع الالياف دي في نفس المنتج بيستا اللي هو طعمه حلو جدا طعمه زي التفاح الاخضر فدي طبعا ميزة كويسة جدا لان معظم الناس بتعاني من الفليبرز او الحاجات اللي بتكون يعني بيحسن هي متضايقة بالزبط كده الطفاح يمكن شائع فطعمه ظريف جدا زي العصير وبنقدر نحط الساشة او الكيس ده اللي احنا نستخدمه من مرتين لتلاتة يوميا قبل الوجبات الكبيرة على حسب انا شخص بياخد متعود وجبتين ولا تلاتة بياخد الكيس على كباية من المية او لبن خالد دسم او العصير المفوز سكر عشان طبعا احنا حارسين احنا نقلل من سعراتنا تمام فاحنا هناخد الكيس ده قبل الوجبة الرئيسية بنص ساعة تقريبا ده هيؤدي لايه ان انا لما اجي اكل وجبتي الرئيسية اللي انا متعود اكل عدد معين من المعالق الرز من النشويات باكل اكل محمر تقيل هلاقي نفسي لا مش قادر اكل نفسي كم باكل نص الكمية بزرطي انا حليت اول مشكلة انا بتقابل معظم الناس وهي الداخل انا عندي داخل وخارج الخارج اللي هو انا بعمل نشاط قد ايه في يومي بحرق قد ايه معظمنا بنشتغل سائقين عربيات رجلين مواصلات الخارج تقريبا يكاد يكون منعدم فانا دوري اللي بعمله دلوقتي في الكورس ان انا بقلل الداخل بلنا انا قللت الشهية بتاعتنا فانا مش محرومة باكل الاكل عادي جدا اللي انا عملاه في البيت لجوزي ولولادي او لو جوزي شخص يوميستخدمه او لولادي بما انه بينفع من اول سن 13 سنة ودي ميزة كويسة جدا جدا فانا كده حلق ده يقول انه هو امن بالضبط كده هو امن مرخص من وزارة الصحة موجود في الصيدليات فانا متطمنة ان انا اخده اوادي لولادي حلو جدا هو المميزات المكتوبة قدامي دلوقتي يساعد في رفع معدل الحرق وانقص الوزن تكسير الدهون في الاماكن الصعبة بيعطي احساس بالشبع وامتلاء المعدة ده طبعا بجانب الحالات القديد دلوقتي اخده قبل الوجب عشان احس بالشعور ده مضبوط حرق الدهون والتكسير الدهون في الاماكن العنيدة بالتحديد مهم قوي الموضوع ده لان فيه ناس ما عندهاش سمنة في كل جسمها بيبقى في اماكن محددة مضبوط ده بقى الجزء التاني اللي انا كنت بقوله في الكوة السلسية احنا عندنا مقسوما نصين جزء الالياف المالئة الجزء التاني ان احنا عندنا ده تقريبا المنتج الوحيد اللي موجود فيه تركيز عالي جدا من الكروميوم 500 ميلي جرام وده رقم كبير جدا ده بقى اللي بيعمل اللي انت بتقوليه بالزبط اللي انا بحرق الدهون اللي موجودة في جسم وبقلل امتصاص النشويات يعني دلتي انا كنت كمية من الرز او العيش قللت جدا امتصاصي من الوجبة دي فدي اول خطوة عملتها الحاجة التانية حفزت افراز الانسولين اللي هو بيحرق السكر والنشويات فبالتالي انا زودت حرق النشويات دي اول خطوة احنا عملناها دي للمكتوبة ظهرة على الشاشة طب الحاجة التانية انا زودت الحرق او قللت امتصاص النشويات الحاجة التانية الدهون بقى كل واحد فينا حتى لو مش ممتلق قوي عنده دهون مقاومة للحرق في أماكن معينة دايما عند الأردافة عند بعض السيدات منطقة الكرشة أو البطنة عند بعض الرجال طب نعمل إيه اللي بيحصل عندنا بقى فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام وإلتكارنسين بتركيز 50 ميلي جرام دول دورهم إيه بياخدوا الدهون اللي متخزينة عندي في جسم في الأماكن العنيدة يشتغلوا عليها أكتر إنهم تبقى مصدر الطاقة الجسمي أنا دلوقتي قللت النشويات طب جسمي محتاج طاقة أنرجي هيستمدها منين من الدهون المخزنة فيه يبقى أنا حولت الدهون بتاعتي خواقود جسمي يشتغل بيها فابتديت أقل جدا المخزون بتاع الدهون الموجود في الأماكن اللي هي فيها السمنة الموضعية كويس قوي قوي إحنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة تانية دكتور نقص فيتامينات في الجسم واللي أحيانا بيكون مريض السمنة أو اللي عنده دهون على جسمه حتى لما وصلتش لمرحلة السمنة أحيانا بيكون عنده نقص أو احتياج للفايتامينز مش معنى أبدا أن الشخص يكون بدين يبقى هو ما عندهش احتياج لده مهم نحنا نتكلم عن الجزء التاني كمان من الكورس المكمل الغذائي ألب مالتي فيد ميساعد قد إيه ممكن يكون مع اللي هيقوم بي باستة مع طبعا احتبام إنه هو ينزل الوزن ويحافظ على صحة الإنسان ده بقى هيفرق معانا جدا 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 ليه بقى؟ أكيد أنت بتسمعي في الحياة اللي احنا كلنا عايشينها ناس صغيرين في السن مش هقول الكبار بيشتكوا يا دكتور أنا حرق يقل جدا أنا بطلت أحرق طب إيه المشكلة؟ إيه اللي الشكوى العامة اللي عند كل الناس دلوقتي هي نتيجة يا جماعة الفيتامينات الناس بتوقف أكرة إن الشخص اللي بياخد فيتامينات ده مهتم زيادة بنفسه ده بيعمل رفاهية ده مش على فيتامينات يعني ده مرفه آه عشان كده شكله حلو بالضبط كده لكن دي عكس الحقيقة هل ينفع العربية بتاعتنا تمشي من غير بنزين؟ هتعمل ألارم وبعد كده هتبطل مننا للأسف جسمنا ما بيبطلش غير متأخر شوية التبطيل في جسمنا بيبان في إيه؟ أو العطلة اللي بتحصل في جسمنا زي العربية اللي بتدينا ألارم مرة واثنين وثلاثة ديتلك ألارم إن حرقك التده يختفى إن بقيت بتعاني من ألام في العظام إن أنت لسه شابة صغيرة وطول الوقت حاسة بتكسير وحالة إعياء مش قادرة أنزل عايزة أنزل مع أصحابي أروح الجامعة عايزة أتحرك الحياة الطبيعية مش قادرة شعرك بيتساقط دوافرك بتتكسر كل دي الإنذارات العلامة بتاعت البنزين اللي نهورت أصفر إن إحنا عندنا مشكلة فنقص الفيتامينات لكي أنت تخيلي هو بيأثر بصورة مباشرة قد إيه فحرق جسمنا حرق الدهون امتصاص الفوائد وفي نفس الوقت كل بقى الشكاوي اللي أنا قلتها أنت أكيد بتسمعي كل الناس طول الوقت بتشتكي منها مع اختلاف أعمرهم خالوا قوي نشوف بقى حالة معانا قصة فعلاً من الكورس باستة مع قلب مالتي فيت نشوف مع حضراتكم حالة إسراء ونرجع لكم مرة تانية أحكي لنا قصتك مع باستة وإزاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد منضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خس كنت بعيني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة دربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعدا ما خستت إحساس جميل جداً بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جداً أنصح أي حدي جسمه مليان أنه هو يتابع مع بيستا موضوع سهل جداً زي ما تابعنا مع حضراتكو حالة إسراء يا دكتور والواضح أنها طبعاً اهتمت مش بس أنها تواضب على الكورس لأن ده مهم قوي المواصبة كمان مهم أن أنا أبتعذ عن العادات السيئة الصحية ده اللي أروح فيه مع حضرتك يعني قد إيه مهم أن أنا أنتظم على الكورس مع أن أنا أتابع نظام غذائي وصحي متوازن عشان أوصل لمرحلة الخصصان دي إحنا زي ما شفنا مع الحالة إسراء أن الكورس مناسب جداً لجميع الأعمار للناس اللي عندها مشاكل صحية أمراض مزمنة بلاس اللي بيجي من نتائج مرضية الحمد لله جداً جداً للناس اللي بتستخدمه مع مختلف الشكوى اللي بكونوا موجودة سواء مشكلة مزمنة أنا مريض سكر مريض ضغط عندي سمنة خلي بالك السمنة مرتبطة دلوقتي ارتباط وصيق جداً بالناس اللي عندها مشاكل صحية فأنا لما بحل مشكلة السمنة دي بيترتب عليها أن أنا بحل مشاكل صحية تانية كتير جداً بوفر حتى استهلاك المريض من أدوية زي أدوية السكر والضغط والكوليسترول ففكرة إن بيستا ممكن تبقى السبح حياة عايز أقول لكم ده يعني مفاجأة بقى ناس كتير كانت ماشي عليه بقالها شهور طويلة معايا حقاية النتائج اللي هي عايزها فرينج من 8 إلى 12 كيلو شهرياً وده رقم ممتاز جداً بس لازم أقول معلومة مهمة جداً اللي يقول إن أنا بقى أصل للنتائج دي وأنا أسلوب حياتي خاطئ ده اللي أنت يعني عملتي هايلايت عليه وإسراء إن أنا لازم أسلوب حياتي يبتني يختلف يعني يبتدي أتحرك شوية أنا مش عايزة كل يوم في الجيم بس نبتدي نبذل مجهود شوية شرب المياه اللي هو شيء لا غين عنه زي الفيتامينز اللي كلمنا على أهميتها أول ما تكلمنا لا الميا يا جماعة فكرة 8 كبيات مياه أو 2.5 إلى 3 لتر ده برضو مش رفاهية زي الفيتامينز فكرة إن أنا أنظم وقت أكلي شوية ما بقاش مشي عشوائي ده شيء مهم جداً إن أنا أنزل بكم الدهون اللي في أكلي للنص ده شيء ضروري جداً جداً كل دي عوامي هتساعد الكورس بستا حيحاول يقليلي على قدر الإمكان إن فيه ألياف كمية الأكل مع احتياجتنا من الفيتامينز من ألب مالتي فيد بالضبط كده بلس مع الألياف في نفس المنتج اللي هو بيستا غير القلب مالتي فيد زي ما قلنا الكروميوم اللي هو هيعلي حرق النشويات الحاجة التانية فيتامينز سي اللي هيحرق الدهون ويخليها هي مصدر الطاقة في جسمي والقارنتين اللي هيخلي شكل جسمي مختلف كويس جداً جداً التوازن ما بين كل دي يا دكتور ومهم جداً نقول إن إحنا نبتعد عن مثلاً الأكل السريع أو الوجبات السريعة الحاجات اللي بتعمل نقص للفيتامين بشكل كبير واللي ما بتخليش فيه فايدة الجسم قد يكون الإنسان بدين بالضبط لكن جوه بيبقى زي ما يقوله خاوي بالضبط كده لأنه هو للأسف مخزونه من الحاجات الضرة سواء الدهون أنا عمال الإنتاج بتاعي أو إن أنا جسمي بياخده يومياً هو كلها حاجات ضرة الجسمي وفي نفس الوقت ما بدخلش الحاجات المفيدة يعني حتى الأكل العادي مش هقولك الفيتامينز اللي إحنا بقول إن هي مش رفاهية يعني يفوض أي شخص حتى لو جسمه مثالي حالياً هو بيتفرج علينا لازم يا جماعة الكورس هي بيكون من بيستا وقلب مالتي فيت بس ده متاح لوحده ده متاح لوحده فالشخص اللي هو جسمه مثالي وكويس جداً يقدر يطلب القلب المالتي فيت الفيتامين لإنه ضروري جداً جداً لا غينة عن الفيتامينز في يومنا وفي حياتنا لإنه زي ما قلت أنا بيأكل أكلي نقصه كتير جداً من المعادن والفيتامينز وعايز أقول معلومة مهمية اللي تحتاجه بشكل يومي كمي بالضبط كده أريد أقول معلومة كمان تانية مهمة جداً أن أنت ممكن تأكل كميات حتى من الفكهة والخضار معقولة بس للأسف هي ما بتحتويش على الجرامز وإحنا لازم في الآخر اللي هيخش جسمي عدد معين من الجرامات زي قرس الدواء لو أنت دمانتي أن أنت فاهمة الأكل فيه قد إيه وكالتي ده قول أوكي ممكن نكتفي بدا لكن للأسف مستحيل أن أنت تدخلي احتياجك اليومي من المعدن والفيتامينات من خلال الأكل حتى لو أنت شخص أسلوب حياتك في الأكل معقول خاصة أن قلب مالتي فيتنيت دي كده النبذة سريعة دكتور كيفية كام فيتامين لا هو فيه عدد كبير جداً من الفيتامينات يعني إحنا تقريباً تقريباً نغطي كل احتياجك اليومي من الكالسيوم والماجنيزيوم والبوتاسيوم والفوسفروس الناس اللي عندها نقص في الحديد هنعمل ده الناس اللي عندها علاج فيتامين لما هياخد قلب مالتي فيت على اللونج تور ما خلي بالك احنا برضو فيه معلومة مهمة الناس كلها بتطلب الحل السريع في الخصية في الفيتامين أنا عايزة لوقتي عندي لوقتي نقص في حاجة معينة عايزة ياخد القلب مالتي فيت كفيتامين للتصليح في خلال يوم يومين شهر بالكتير أنا عايز كل ما عاملي أو الديفاشنسي اللي عندي تتحل مفيش حاجة اسمها كده اللباز على يعني سنين طويلة لازم يبقى عندنا برضو الاستمرارية زي ما عندنا استمرارية في اسلوب الحياة الخاطئ اللي زودنا في الوزن وعمل نقص في الفيتامينات لازم يبقى عندنا استمرارية في اسلوب الحياة الصح والفيتامينات قرص يوميا يكفي دكتور قرص يوميا يكفي مش محتاجين أكتر من كده نفس الكلام الكيس قبل الوكبة يعني أخذ من اتنين لتلاتة على حسب أنا شخص بأخذ وكبتين رئيسيتين ولا تلاتة بحيث إن أنا الكم اللي بيدخل جسمي في الوجبات الرئيسية أقلله للنص وفي بعض الناس الحمد لله يا رب يقولولي يا دكتور أكلنا أقل للربع مش للنص كمان فده طبعا بيخلي إن صعاراتك الحرارية قلت جدا جدا مع رفع معدل الحر اللي احنا اتفقنا عليه للدهون مع الحفاظ على طبعا الفيتامينز وشكلك وحيويتك وجسمك وقدرتك كمان والطاقة كل التفاصيل ده سواء للراجل أو لست عشان برضو مرخشش كلام بيهتموا بنفسهم دلوقتي الرجال في عيادات الجلدية أكتر من الستات دلوقتي يعني ما يقلوش اهتماما بنفسهم عن الستات أكيد بشكري جدا يا دكتور دكتورة ريهام الحياوي استشاري التخدية العلاجية كنت معنا في العيادة شكرا جزيلا لوجودك معنا كل شكر حضراتكم مشاهدين على المتابعة للعيادة دايما معكم بكل جديد اشتركوا في القناة